ينتظر هؤلاء المراجعون في إحدى الدوائر الحكومية في محافظة صلاح الدين ساعات طويلة من أجل إتمام معاملاتهم في بلد تقدر نسبة الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي فيه بنحو 10% من عدد سكانه هذا المشهد الذي بات مألوفا في جميع الدوائر الحكومية لا يعكس حقيقة وجود موظف حكومي لكل عشرة مواطنين في العراق في وقت يخدم فيه الموظف الحكومي في ألمانيا 150 مواطنا على سبيل المفارقة أما عن الأسباب التي أدت للترهل في جسد التوظيف الحكومي فهي عديدة أبرزها كما يرى خبراء اقتصاديون يتمحور حول استفحال الفساد الحكومي في جميع مفاصل الدولة لسيما بعد أن عملت القوى السياسية المتحكمة بالسلطة منذ أكثر من عقدين على شراء الولاءات من خلال شبكاتها الفاسدة عبر الوظائف الحكومية خاصة خلال فترات الانتخابات من أجل تحقيق مصالح السياسية على حساب معاناة الشباب بدلا من توفير حلول الواقعية والمدروسة لإنهاء معاناة الفقر والبطالة ودعم القطاع الخاص ويقول خبراء اقتصاديون إن الشاب العراقي اليوم يدفع أموالا طائلة تبلغ ما بين عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف دولار كرشوة للحصول على وظيفة في قطاع يقدر معدل ساعات عمل الموظف فيها بنحو سبع عشرة دقيقة فقط وفقا لتقرير للبنك الدولي بدورها تؤكد اللجنة المالية النيابية على لسان عضوها جمال كوجر أن أزمة الترهل الوظيفي ومتعدد الرواتب والفضائيين لن تنتهي في ظل استمرار نفس السياسيين في الحكم مشددا على ضرورة دعم القطاع الخاص وترحيل بعض الشركات الحكومية بموظفيها إلى هذا القطاع بينما تصف جهات برلمانية سياسة السلطات الحكومية المتعلقة بالوظائف بكونها مقامرة بمستقبل العراق فانخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى إفلاس الدولة بسبب كثرة التزاماتها في الموازنة التشغيلية وهو ما قد يقود إلى انفجار وغضب شعبي قادم في حال عجزة الحكومة عن دفع الرواتب واستمرارها بإهمال القطاع الخاص اشتركوا في القناة